منذ رأينا قدوا نعود وأولياء مثلاً مباررين الوالدين والهذه وهي المقاومة اللي نعود أرض الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهك عليه اليوم ونسكوت عقب ذلك موريتاني أغلبيتها شرفاء أكثريتها شرفاء اليوم الرئيس شريف الحزب الحاكم اتحاد من أجل الجمهورية شريف من هنا يا أخوتي الشرف اللي نعود مصدر الشرف أبو الشرف يتعرض شريف شريف بأي معنى؟ الشريف شوفنا نمي آمنين بالسنة قال شافعي وفي السنة الرسول يوصينا على آل بيته معناها الناس اللي تنتسب لهو لآل بيته وإحنا واجب علينا حبهم وحد ما يبقيهم يعالج نفسه وراء هو لك حبه ما هو صالح معناها اليوم إذا نعود واضحين فيه إسباعي الشريف الناس ومصدقون فيه أنسابهم هذا كيف قلتاني الزميسي محمد المحام رايهم اسمه السيد الشريف الناس آل البيت واجب عليهم وراء هو أوجب عليهم همو من نحن بيليان الماني الشريف يواجع إلي ما ننتصر لهو نعود بلاها في سقط ولي يكون ما هي ضد ديمقراطية لا لا ديمقراطية وظهر توفينا من ديننا واجب علينا نحب آل البيت وعلينا نعود ونعودوا نفسنا عليها واجب علينا شعور ديمقراطية تلاقي تفتح مجال مجال شي خسر هذا هو أنا ما أنا ماني مستعد للنافقته هو حد مآمن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا علي آل البيت وقال لك وعليك وعليك القرآن هاو ناس المنتسبون لهذه الصلاة يقول لنا أنه عارضهم سياسيا نعتقدهم نختلف معك في الراع يخير خالقه أفضلية ومحبة لك أنت من آل البيت أنا نحترمها لك ونقدرها لك أنا نختلف معك شاب الرئيس محمد العبد العزيز نختلف معك في الراع